طبعاً ما فيش شك إنه الذكاء الاصطناعي بقى عامل مهم جداً ورئيسي وفعال في كل المجالات وبقى جزء مهم من التطوير اللي بيحصل في إدارة المشروعات وضمان استدامتها وهو ده المستقبل للشركات في كل المجالات بتراهن عليه زي حياشة زي خلينا نتكلم عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الاستدامة وتطوير المشروعات من دفنها هيثة من المسلمي باحث دكتوراه بجامعة ميلبرن باستراليا سبعة خير يا حداكي دكتور موارك وحنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وملف الذكاء الاصطناعي في وسط ما كان فيه مبهار به وكان فيه تفاؤل كبير جداً بالذكاء الاصطناعي فجاءة بقى فيه تخوف كبير قوي من الذكاء الاصطناعي لدرجة أنه يعني فيه حتى من كبار الباحثين وكبار عماليق التايكونز الـ AI في العالم ابتدوا أن هم يكلموا عن الـ AI أو ذكاء الاصطناعي بشكل متشائم شوية الذكاء الاصطناعي زيه زي أي تكنولوجيا هو سلاح زي حدين تقدر تستخدمه فيه الإذخير وأعمال أنك يساعد على رخاء البشرية ممكن تستخدمه العكس تماماً أن أنت تضمر حد أو تأذي حد مثلاً تكنولوجيا زي الإنترنت ممكن الناس تستخدمه عشان تحصل على معلومات ممكن الناس تستخدمه فيه الـ hacking إن هي تسرق المعلومات نفس الكلام الذكاء الاصطناعي ممكن الناس تستخدمه فيه التطبيقات الـ automation إن أحول كل حاجة بترهيك البشر إلى حاجة automated القلب تعملها بطريقة سليسة جداً بسيطة جداً تخدش المجهود البشري ممكن أستخدمه بطرق تأذي البشر مثلاً استخدامات العسكرية ممكن أستخدمه إن يتوجه ضد يعمل شوتنج لناس معينة يأذي ناس معينة يعمل ضرر على الناس معينة ممكن يستخدم في الـ hacking يطور الـ hacking يطور الأعمال المؤذية للبشر فهو فيه double edge هو فيه الـ 2 الأخطر من ده كله إن الآلة وصلت لدرجة إن هي بدأت تتعلم مش كده بس بدأت توصل لدرجة إن هي تقدر تعلم نفسها طيب لو اتضرمجت إنها تتعلم نفسها حاجات خطر هل نقدر إحنا كبشر نعمل إليها control خلاص بالظبط أعتقد كده انتخرجت عن السيطرة أنا كده بالظبط أنا كده بقيت مش عارف إمكانياتها إيه out of control هي دي المشكلة أما أي حاجة أي مثلاً عربية أنا أقدر أسيطر عليه أقدر أتحكم فيها أما عملت برنامج وحطته على النت وعلمته يعلم نفسه بس التطور ده يعتبر مرعب برضو مرعب جداً عشان كده فيه أجا اسمها ميساق الزكاة الصناعي أو الـ ethical documentation بتاعت الزكاة الصناعي إن أنا عايزين يستخدم الزكاة الصناعي بحدود معينة مثال بسيط الطاقة النووية هل ممكن الطاقة النووية أي متخص قرار يستخدمها بعشوائية تكارسة كلنا هنموت فقال لك نعمل ميساق تستخدم فيها حاجات معينة وليها قوات رضع معينة ودولة زي روسيا ورئيس أوباما كان نتكلم في النقطة دية إنه بيحاول يقنن استخدامات الطاقة النووية وبالذات في المجال العسكري نفس الكلام الزكاة الصناعي محتاج بـ policy إنه مش أي حد يستخدمه بما يضر البشر بالذات في حتة إن الآلة تقدر تعلم نفسها ودي أخطر حاجة في الزكاة الصناعي هو محتاج لك إنه حتى الآن مالوش قواعد مالوش ضواب الناس شغالة عليه يعني حتى في مصر مثلا أنا بنتامل للمدرسة العلمية الدكتورة أبو العلا من الناس اللي عايزين يعملوا مثاق للزكاة الصناعي يبقى ليه ضوابط معينة ما يبقاش الموضوع كده مفتوح أي حد يقدر يعمل التطبيق ينشره والنتيجة تكون عشوائية هم عايزين يسيطروا على ضوابط الزكاة الصناعية يستخدم في مجالات معينة بجهات معينة طيب دكتور برضو من أكبر المخاوف الموجودة والمتعلقة بذكاء الصناعي فكرة إنه الذكاء الصناعي يعني ياخد مكان مهن كتير قوي ويستغنوا عن العمل البشري رد حضرتك عن المخاوف دي أو الدراسات اللي بتقول إنه الذكاء الصناعي لأ هياخد مكان مهن كتير جدا وفي مهن كتير جدا هتختفي الذكاء الصناعي بيعوض وظائف بوظائف بمعنى إيه دلوقتي أنا مثلا عندنا حاجة جوجل شغالة وتسلا شغالة على حاجة اسمها سيلف درايفين كورس يعني إيه عربية بتسوق نفسها هل معنى كده إن مهنة السواق هتختفي هي العربية بقت موجودة بالفعل وبتستخدم بالفعل السواقين في كل حتة هي هتقل وهتفتح وظائف تانية تخصص كبير جدا تخصص مكانش موجود بقى مطلوب مهندسين وبشر يشتغلوا في المجال ده وبرمجين يشتغلوا في المجال ده سكيريتي عشان تحمل عربية دي من أي اختراق في المجال ده وبتطلع شركات للمجال ده وبالتالي إذا تقفلت وظيفة بتفتح وصدها عشرة فالذكاء الصناعي بريء من حتة إنه بيقف الوظافة هو بيغير الوظايا وبيطور الوظايا طيب وإحنا بنتكلم دلوقتي عن إدارة وتنفيذ المشاريع واستخدام الزكاء الاصطناعي إزاي فندم يدخل الزكاء الاصطناعي في إدارة وتنفيذ المشاريع الزكاء الصناعي من أقوى ومميزاته إنه بيعرف يعمل حاجة اسمها يعني إيه يعني لو عندي مثلا مية خيار أو مية أوبشن أنا عايز أختار أفضل أوبشن بناء عليه الأوبشن ده أفضل حاجة شوية معايير أنا مثلا عايز أنفذ مشروع معين أنا عايز أوصل بيب المشروع إنه نفذه في الوقت المحدد بالبجت المحددة في حدود الرسك المحددة أو المخاطر بتاعته تكون وطحالي جدا طيب المدير الشاطر اللي بيقدر يعمل ده طيب هل ممكن أعمل سوفتوير أو برنامج أو فريمورك منظومة تقدر تخدلي القرار حيث أنها تعظم لتعمل لتعمل للبروفت وتعمل منوميزيشن للكوست وتعمل منوميزيشن للريسك إذ كالصناعي بيعمل ده ويقدر يأخذ وينفع تعتمد على قراراته آه طبعا وينفع تعتمد على قراراته لأنها قبل ما بعمل حاجة أو سوفتوير بعمل البرنامج ده تستنج يعني إيه بديله كذا بروبلم وعارف النتيجة بتاعتها بشوفه بيجاوب صحة على بروبلم دي زي النتيجة المطلوبة ولا بختبره بناء على الاختبارات دي بيطلع نسبة خطأ ونسبة يعني قرارات صحيحة بديها نسبة هو من كل عشر مشاكل حل كم مشكلة صح وكم مشكلة غلط حل تسعة صح وحل واحدة غلط أو إدى قرار غلط بالتالي وضكته تسعين في المية فأنا بقيت عامل مقيمة فبقيت عارف أن السوفتوير ده في التسك دي بيديني تسعين في المية وهكذا طيب عشان برضو يعني في ناس بوك تكون مش مستوعبة أو إهمية الذكاء الاصطناعي بزي ممكن نستفيد منه زي ما بنتكلم على أنه فيه مخاوف منه أكيد فيه كمان استفادة كبيرة جدا منه بزي ممكن نستخدم الآي آي أو الذكاء الاصطناعي على سبيل مثال في مشروعات الطاقة المتجددة مثلا يعني مصر كمان بتتجه بشكل كبير جدا نحو مشروعات الطاقة المتجددة إزاي ممكن إحنا في مصر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ناخد بمثال بسيط مصر فيها منطقة من أقوى المناطق في شدة الرياح منطقة راسجار طاقة رياح فيها من من أكثر المناطق في أفريقيا كلها عايزين نستغل لحاجة زي كده طيب هنعمل تربينة رياح تبدأ تستخدم الطاقة دي إنها تولد لطاقة كهربية الزكاء الاصطناعي يدوره إيه بقى ممكن نعمل إيه مشكلة الطاقة رياح إنها طاقة انترابتد أنا مليش عارف بكرة في رياح ولا فيه تنبؤات جوية بس دقتها مش عالي قوي الزكاء الاصطناعي بيعمل على زيادة الدقة الحاجة التانية هو يقدر يستخدم مجموعة من السنسورز تجمع داتا ويعمل حاجة اسمها ويند باور بريدكشن ويند سبيد بريدكشن دي موديل بتتنبؤ يقدر يتوقع قوة وسرعة رياح لطايم فريم معين في وقت معين يعني لمدة زمنية معينة مظبوط الله ينور حضرتك يعني دلوقتي أنا عندي مثلا طاقة رياح دي عايز عرفها كمان 24 ساعة في موديل ده طب كمان 36 ساعة في موديل ده بدقة عالية مش بأي دقة فعرف معدلات الإنتاج الله ينور مظبوط 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 إستحمد أنا بقيت عارف المحطة دي هتديني كام من بوتين شلده لليها طاقة في علم الغيب أنا مش عارف بالزبط تقريح كامل أنا عندي لها استميشن بس مش دقيق قوي بيعليلي من الدقة ودي نقطة قوية جدا في الزكاء الصناعي الأكيوريسي بتاعته عالية جدا أي أن كانت نوع هذي المشروعات يقدر يتدخل فيها الزكاء الصناعي فيه ما يكونه حلو قوي اسمها يعني الزكاء الصناعي هو الكهرباء الجديدة هو يقدر يخش في كل حاجة مش بس مشروعات طاقة رياح في كل حاجة حضرتك الأبليكيشن الآيباد أي كان الجهاز الإلكتروني اللي حددك بتستخدمه الأبس كلها كلها بتعتمد على الزكاء الصناعي في كل المجالات مش بس في مشروع مش بس في طاقة رياح أو اتخاذ قرار في كل حاجة حتى ركوميديشن سيستم لو حددك بتصفح أي موقع هتليه بيرشع لك الحاجة مناسبة لك طب هو عمل إيه هو درس عمل أناليسيز وعمل قرار صحيح بيزد على أنه يديك الحاجة المناسبة لك وبالتالي تلاقي حضرتك بتستخدم مثلا السوفتوير أو اليوتيوب مش قادر تطلع منه ليه خلصت فيديو بيعملك نفس الفيديو نتفليكس نفس الكلام أمازون في البرودكت نفس الكلام يعملك فهو بقيع شطر جدا وبيتخذ قرار بطريقة ممتازة مش في المشاريع بس في كل البرودكت وبنان عليه أنا بعمل بيزنس قوي جدا بيزد على التقنية دي شركات زي جوجل وأمازون ما شاء الله القيمة السوقية لها تريليونات الدولارات منين ده بيبقى معتمد على تجميع البيانات زي ما حضرتك تكلمت و الخروج ب خلينا نقول إجابات صحيحة لو هنعممها أو قرارات صحيحة أو قرارات صحيحة بالنسبة الذكاء الاصطناعي فكرة الاستدامة يعني كل العالم دلوقتي بيتجه نحو الاستدامة بشكل كبير إزاي ذكاء الاصطناعي يقدر يساعد في تحييده الاستدامة ديت زي ما اليونيتد نيشن حددت فيه 17 جول منها حاجات كيرة جدا أنا الفقر الهانجري أعمل جندر ايكواليتي أستخدم سمارت سيتز أستخدم أقل الويست طيب ناخدهم واحدة واحدة أنا دلوقتي عايز مثلا أعمل مدينة زكية الزكاة الصناعية ممكن يساعدني إزاي في الكلام ده ممكن أستخدم مجموعة من السينسورس بحيث إن لو عايز أرشد في استهلاك الطاقة توح جايي السينسورس ديت أنا مثلا دخل علي النهار طلع هل أبعت واحد أوبريتور يروح جايي قافل الكهرباء لأ ممكن سينسورس صغير جدا يستخدم يعمل بناء على موديل الزكاة الصناعية يقول لك لا أنا هقفل إضاءة أنا هقلل درجة الإضاءة أنا هزود التكييف أنا هستخدم HVAC سيستم معين وبالتالي هو كده بيأخذ أفضل قرارات عشان يعمل عملية ماكسمايزيشن لمين لتوفير الطاقة إنه بيقل الطاقة لأقل قدر ممكن ده مثلا في استخدام الطاقة دلوقتي هقل إيه هقلل الاستدامة إن أنا بيأت بيستخدم طاقة أقل بالتالي لو أنا الطاقة دي بحصل لها مثلا من خلال الغاز أو المحروقات قللت السيوء بالتالي قللت الجلوبال وورمينج وده هدف مهم جدا من أهداف الساستينابليتي إن أنا أحافظ على أو أقلل من الجلوبال وورمينج طيب لو تكلمنا عن مستقبل الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل أميش فينه بيتطور يعني يوم بعد يوم بالأيام كمان مش بالشهور حتى بنشوف فيه تطور في الأبليكيشنز وفيه إمكانية عمل للزكاء الاصطناعي ودخوله في مجالات عديدة المستقبل بيحمل إيه بالنسبة لزكاء الاصطناعي برضو هكرر الجملة جميلة أوي AI is the new electricity هو يبقى في كل حاجة أنا ما قدرش أقول الزكاء الاصطناعي مش هيجي في الريجون دي لا هو هي في كل حاجة يعني هو التطور الطبيعي لأي تكنولوجيا مثلا لو زي ما لسه كنت بتكلم فيه مستقبل صناعة السيارات إحنا بدنا بنعمل سيارة زكية بتسوق نفسها زي الأوتو بايلوت دلوقتي إحنا دلوقتي ممكن نعمل فيديوهات كل نسبة نعمل إيديتينج لا دلوقتي الموضوع ممكن سوفتوير يعمله بطريقة سريعة جدا مجال الفن يقدر يرسم لوحات إزاي إزاي بيرسل لوحات بأنه عنده ألغوريزمز تقدر تطلع لوحة في ثواني فبالتالي هو بيدخل في كل المجالات فهتطوره طبيعي ليه أن كلنا هنستخدم الذكاء الصناعي هيوفر علينا مجهود كبير جدا هيحقق أهداف السستينابلتي وفي نفس الوقت هو يعني رأس الحربة للتكنولوجيا في الوقت الحالي طيب دكتور يعني زي ما البشر بيطوروا الذكاء الصناعي وبرامج الذكاء الصناعي واستخدمات الذكاء الصناعي هل في المقابل بيطوروا أيضا برامج تقدر أنها تتعامل مع هذه البرامج أو الذكاء الصناعي إذا ما تعدى الحدود يعني هل في حاجة توقف يعني أنا عملت الوقت برنامج بطور على سبيل المثال سلاح معين هل قدامه أنا بطور كمان برنامج يقدر أن هو يوقف هذا البرنامج أو هذا السلاح ولا لا هي حاجة زي كده معلومة زي كده ما تكونش معايا لا في المطلق أنا مش بكلم على مجال معين ولكن أتكلم حتى على مبادئ العمل أو آليات العمل أو آليات اختراع آلة جديدة أو تكنيك جديد أي أن كان هل ده ده طريقة العمل على الذكاء الصناعي أو على البرامج يعني قدام برنامج أنا بطوره ببقى عامل حسابي في برنامج تاني أقدر أتحكم في هذا البرنامج الذي أنا عام أتطورته فيه تخصص كامل اسمه الإثكال هاكينج يعني أنا دلوقتي لو استغلت إثكال الصناعي فيه ناس تانية تشتغل مضاد تخصص كامل اسمه الإثكال هاكينج اللي هو الهاكر الأخلاقي أنا دلوقتي الأكاونت بتاعت سرق أعمل إيه فيه واحد تاني متخصص معي بقى الأدفيرس اللي هو هروح لأعمل برنامج تاني مضاد بحيث أن أقدر أخذ أوقف المشكلة أجيب حرامي جيبهولي بالضبط أو هو واحد متخصص فهم الحرامي بيفكر إزاي فبالتالي إذا كان فيه سوفتوير بيستخدم فيه عمل سيء أو عمل فيه إيزاء عندي سوفتوير مضاد يقدر يستخدم أن أقدر أعمل أو أسترجع المعلومات دي أو أن أمنع الهاكينج ده موجود أما طبعا في التطبيقات العسكرية دي النقطة اللي أنا دائما أتكلم التطبيقات العسكرية تحديدا ده كان مثال يعني بس بكلم بشكل عام لا موجود موجود والناس بتستخدموا أو العلماء بيستخدموه بحيث أن هما يلاقوا حل إذا فعلا لو حصل موضوع خرج عن السيطرة يلاقوا حل يبقى فيه اتجاه مضاد للبرامج دي هو طبعا ميزة من المميزات مميزات دخول الزكاة الاصطنائية لكل هذه المجالات وتحديدا في إدارة المشروعات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي أنه أي حد بيفكر عايز يعمل المشروع هيبتدي يدخل يجمع الداياتا من خلال استخدام الزكاة الاصطنائية فهيأثر عليها كتير أنا عايز أقول الحاجة الأمارات عملت حاجة جميلة جدا عملت وزارة كاملة اسمها وزارة الزكاة الاصطنائية وعينت فيها الأمير عمر العلماء قال جملة زي ما حضرك لسا قيل الداتا قال لك الداتا يعني إيه الداتا دي هي البترول الجديد أنا قدر أجمع داتا أعديها الزكاة الاصطنائية يقدر يعمل بيها في كل حاجة زي ما حضرك لسا بتقول نجمع عدتا عند حضرتك قدر أبيع لك المنتج اللي حضرك عايزه نجمع عدتا عندي نفس الكلام عننا نفس الكلام نبقى منزود قبل ما بيها كمان أنتج ازاي المواد الخام وزي ما حضرك قلت دراست المنافسية أنا دلوقتي عندي كذا منافس طب أنا كعقل بشري بعمل إيه بحلل المنافس ده إيه نقاط الضعف إيه نقاط القوة وبناء العيه بأخذ قرار الزكاة الصناعة يقدر يعمل ده بخبرات مش خبرات عقل واحد كتيبة من العلماء كتيبة من مهندسين نجمع خبراتهم كلها في سوفتوير ولما يأخذ القرار يبقى القرار بتاعه بيزد على الناس دي كلها بالتالي هو بيقاو تفور مين العقل الواحد طيب هل الزكاة الصناعة يقدر يغلب أو يقدر يتعدى قدرات العقل البشري لبني أدم في تسك معانا بس إن جنرال لا في حاجة اسمها جنرال أرتفيشال انتليجنس الزكاة الصناعة العام إنه دلوقتي أنا عايز حاجة زي العقل البشري لا دي لسه لسه متحققيتش بيسعولها بس لسه بدري طب هو الزكاة الصناعة بيقدر يغلبني فيه في تسك واحدة مثل مثال لا الحزبة مثلا الحزبة دي أنا بجاب أعمل الكالكوليشن أنا راجي المهندس لما تيجي تقول لي عشر اف خمسمية على عشر تلاف جزر مية مثلا هقعد ومسك وراء وقلم وتكتك وهاخد فيه وقت كتير جدا نحن بالقرار مش عارف عملنا أصلا كلنا كلنا طيب تعال بقى الحزبة في ثانية يبقى هي هزمتني في الكالكوليشن إذا كان سنعي نفس الكلام في البريدكشن مثلا في الطب يقدر ياخد داتة كتير جدا عن مرض معين ويصنفه أحسن من ريديولوجيست فهو هزم الدكتور في حتة واحدة في تسك واحدة ولكنه ما داش هزم الدكتور ككل طب ليه هزم الدكتور لأنه أخذ ده ودخله داتة من ألف أكسبرت فبقى فيه طاقة ألف أكسبرت إحنا خبرتنا بتيجي منين يا أستاذ من الحياة ومن الدراسة من التجارة يعني أنا مثلا اشتغلت في عشر مشاريع فبقت خبرتي عشر مشاريع حضرتك يديتي مثلا مئة لقاء فبقت خبرتك مئة لقاء دي خبرة بتاتك طيب إذا كان الصناعي لو ضربنا على ألف لقاء بقت خبرته كام ألف لقاء عشان قدرته عمل ألف محاورة عمل ألف محاورة يقدر ياخد قرر أسرح طيب فيه بني أدم يقدر يعمل ألف محاورة يعني لا طبعا بس الفكرة دايما كان التخاوف فكرة أنه بقى بيخرج بالفعل بنتائج وبقى بيخرج هو يعني مش بس ما بقاش قائم على تحليل البيانات هو بقى بيخرج كمان بقرارات وبحلول فيمكن ده التخاوف اللي حصل مؤخرا أو خلينا نقطة التحول اللي حصلت في مجال دكارسة كلام حضرتك مظبوط جدا هو بيعمل أناليسز بعد كده بيعمل ديزيجن ميكنج بناء على التحليل ده بياخد قرار ويقدر يعمل حاجة اسمها بريتكشن يتنبأ يتوقع يعني دلوقتي بناء على التحليل أنا مش بس باخد ديزيجن أنا بقدر عمل بريتكشن نشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور هايثم المسلمي باحث دكتوراه بجماعة ميلبيرن باستراليا شكرا لحضرك شكرا لكم شكرا لكم